نجى البنك المركزي من محاولة التفجير الإرهابية وتنفست المدينة السعداء متناسية للأبطال الذين تصدوا للسيارة المفخخة ما عرضهم لإصابات اثنان منهم في حالة خطرة زيارة لأحد هؤلاء الجرحة في حي القطيع بكريتر كشفت لنا أن البطولة الكامنة في الإنسان تتجلى في شتى الميادين سمير سند أحد جنود الحماية الأمنية للبنك هو بطل الجمهورية في رياضة التينيس مثل المنتخب اليمني وفاز بالعديد من البطولات الدولية قبل أن تضطره الحرب لحمل السلاح آخر إنقاذ لي بطولة دولية بالبحرين كان في 2014 حالما حاربنا بعدين حاربنا وكذا حالا سبعين رقعنا مسكنا البنك وكذا برضو كمان رقمت العيش يعني الواحد لأنه طبعا الرياضة مش مهتمين بنا حنا ولا بأي عاجة يروي سمير كيف أحبط وزملائه العملية الإرهابية ويأخذ استراحة محارب وسط أسرة اشتهر أبناؤها بريادتهم لهذه الرياضة العريقة رياضة تينيس هي رياضة العائلة كلها ليس رياضة فردية رياضة طورتنا من أبنا نقدادنا ومعنا أخي الكبير سرمد لاعب تينيس ما هو أكثر كؤوسنا أخي طبعا سمير لاعب تينيس دولين بطل آسيا وغرب آسيا ومعون كؤوس من قطر ومعون كؤوس من ماليزيا ومن سوريا شافر عدة بلدان طبعا دخل له بفضل ندرب ودع ثابت له عمين هو كبير اللعب نسميه آملين أن يشفى سمير ليعود إلى ميدان الرياضة مع عودة المدينة إلى سابق ازدهارها آدم الحسامي قناة بالقيس عدن